وفي كلمته أكد مدبولي أنه اتفق مع الحكومة التونسية على تسهيل وتيسير التعاون الاقتصادي الذي سوف يطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه وعضف مدبولي أن ما تم إنجازه مهم بل ملهم بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة السيدات والسادة نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية تسهيلا وتيسيرا للتعاون الاقتصادي الذي سوف يطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه إن ما أنجزناه وطنيا مهم بل هو ملهم بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال لقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيدا عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية ترجمة نانسي قنقر